ناقشت اليوم العديد من لجان مجلس الشعب موضوعات متنوعة حيث ناقشت لجنة الخطة والموازنة عدة طلبات إحاطة عم أسماه بعض النواف فسادا داخل مصلحة الضرائب وقد أجاب أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب على هذه الطلبات وكذلك ما أثير بشان إيقاف 49 موظفا بمصلحة الضرائب على خلفية مطالبتهم بإقالة منير القاضي زوجة الفريق سامي عنان معنا الأستاذ فهمي عبدو عضو لجنة الخطة والموازنة وأحد مقدم هذه الطلبات أهلا بك أستاذ فهمي أستاذ فهمي أبرز مدار في اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم وكان الاجتماع لي شقين طلب إحاطة حول المخالفات المالية والإدارية والفساد المالي داخل مصلحة الضرائب والشق الثاني هو الاعتصام المستمر حتى الآن أمام مصلحة الضرائب لحوالي 49 من أحد الموظفين الذين قاموا بتقديم هذه المخالفات فتم تحويلهم إلى الانيابة الإدارية وأوقفهم عن العمل بـ 50% من الأجر بتاعهم فكان محاولة مننا أن نظر هذه الملفات ونحاول نرجع هؤلاء الموظفين في منهم ناس محترمة جدا واستطاعوا أنهم يدلوا بمعلومات جيدة كانت سبب في طلب الأحاطة ما هو مضمون طلب الأحاطة؟ كان يتطرق لبعض النقاط كثيرة جدا منها المخالفات زي بعض الملفات لبعض رجال الأعمال تم أعطاها إعفاء ضريبي وهي لا تستحق ولا يتوفر فيها شروط الإعفاء الضريبي لمماغل واحد لديه تم الملفات تعريبا في ممورة ضرابة الاستثمار وبعض المخالفات الأخرى زي صندوق الرعاية الصحية ومشابه من حوالي سنة 400 ألف جنيه مصري تم إحالة هذه المرأة لسرقة هذه الأموال إلى المحكمة وتم سجنها خمس سنوات وبعض المخالفات الأخرى التي لم يستطيع سندوق الرعاية الصحية أنه يستطيع أنه يؤدي رسالته فعلا مع مأمين الضرابة يخصب منه 11% من إجمال المرتبة وليس من الأساس فقط مخالفات أخرى كانت تتم عن طريق موضوع الدمج بين مصلحة الضرابة مشروع كبير جدا تم صرف 50 مليون جنيه فيه عن طريق المعونة الأمريكية وبالتالي رغم ذلك ماسك المشروع نفسه أعطى ملاحظات بأن هناك فشل في إدارة هذا المشروع الذي تم صرفه 50 مليون جنيه مصري على هذا المشروع الموضوع الدمج مصلحة الضرابة المصرية بالكامل تبقى مصلحة الضرابة العامة مع ضريبة المباعات ومخالفات عديدة كانت موجودة داخل المصلحة طرحناها منها كان أبرزها أمر مهم جدا أنه يطبق علينا القانون كمصريين يجب أن يطبق على القيادات فكان أحد مأمير الدرائب اسمه سامح حسين ذهب إلى مكتب رئيس المصلحة حتى يستطيع أنه يقوم بعمله عن طريق رئيسه المباشر الذي ده له التكليف في هذا الأمر بفحص ضريبة كذب العامة الموجودة داخل هذه المؤسسة التي هي تقوم بجمع الأموال من الشعب المصري كله بالكامل هذا الموظف كان يرغب في تحصيل الضرائب من رئيس المصلحة مدرفعت يعني لديه الضبطية القضائية بأنه يستطيع أنه يقوم بالتفتيش على المصالح بالكامل مصالح حكومية أو غير حكومية مصالح حكومية فبالتالي كان أخي التكليف من رئيس المؤمنية بتاعته أنه يروح ويبدأ فحص هذه الملفات لمرتبات العاملين بمكتب رئيس المصلحة ومنع هذا الرجل من أداء عمله وتم حالته يعني هو بدأ يعمل إجراءات قانونية بنيابة الإدارية قال لهم يعني الحدثة بالكامل ولسه لم يدريه ما قدتش ردورها وكثير جدا من المخالفات في حاجات تم الرد عليها وفي حاجات أحناها زي وزير المالية الأسبق قام باستغلار مصلحة الضرائب بموظفينها بتحويل بعض سكانهم إلى قسم شبرة مصر ورود الفرج لأن دا دائرته اللي هو بيستطيع أنه من خلالها ينجح زي ما كان في السابق ديناهم سيدي كامل بالمخالفات اللي تمت أثناء وجود وزير المالية في هذه الفترة ورئيس المصلحة استطاع أنه يسهل له هذا الأمر باستغلال الموظفين وأماكن وعلى سيارات المصلحة والكمبيوتورات وعن طريق الأستاذ مجدي جميل اللي هو كان مدير مكتبه في شبرة مصر في دائرة المعدة الفني وهو موظف أيضا بمصلحة الضرائب ما هي حجم الأموال التي تقول أن بعض المستثمرين لم يدفعوا ضرائب عنها حتى الآن يعني ما حجم المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب عن المؤولين الذين تقول حضرتك أنهم لم يسددوه الأموال التي تبقى للحصر بتاعنا حوالي 60 مليار جنيه مصري موجودة معظمها في مؤمورية واحدة اللي هي مؤمورية كبار المؤولين ودي بيشمل فيئة 80% من حصول الدولة كلها بالكامل ويعني طلبنا أن يبقى فيه إجراءات في الإصراع في تحصيل هذه الأموال إحنا كانوا في 60 مليار وإحنا عايزين نقترد من صندوقنات الدولي وفيه ضغط على مجلس الشعب الموافع على هذا الأمر بـ 13 و 12 مليار دولار لقم حوالي 18 مليار جنيه مصري فقط ماذا كان رد رئيس المصلحة أحمد رفعت على هذه الطلبات؟ تقول أن هناك إجراءات لتحصيل هذه الأموال وأنها ليست نهائية وكلام مش مظبوط لأن بمجرد صدور قرار لجنة الطعن بالضريبة واجبة فيجب أنه يقوم بإجراءاته بالكامل زي ما يبقى فيه إنسان غلبان عليه ألف جنيه وفاجأة أنه عنده قضية تبديد لا إلا عنده مليار ما ينفعش أنه يساب ماذا عن زوجة الفريق سامي عنان السيدة مونير القاضي التي يقول بعض العاملين بمصلحة الضرائب أنها تجاوز سن المعاشة والتقادة راتبا بالآلاف يعني راتبا بالآلاف دي إحنا ما عندناش وصيقة به ولكن يفعل عدت ستين سنة وموجودة موظفة في مصلحة الضرائب حتى الآن ما رد الأستاذ أحمد ريفعة رئيس المصلحة على ذلك؟ ما تطرقش لهذا الأمر يعني للأستاذة مونيرة ولكن بيتطرق لموضوع الاعتصام نما بعض الموظفين تعدوا بالألفاظ عليه وعلى الأستاذة مونيرة وأنا رحت أحضرت في الاعتصام معاهم وبقى لي يمكن شهر معاهم في هذا الأمر وجدت موظفين محترمين جدا ولذلك توسطت في أن نحل هذه المشكلة يعني ودي والموضوع ينتهي لأنه برغم أنهما كانوا موجودين لأنه كلام رئيس المصلحة بأنه تم تعطيل الجمهور عن أنه يقدم إخراراته كلام كمنافي لما قالوا في البداية أن زيادة الحصيلة في الفترة الأولانية إذن الناس دي ما منعيتش حد هم ناس شرفاء ومحترمين ولا هم مطالب شرعية ودير عزاك أنه خرج وصيقة في الآخر أن مطالبهم كلهم كانت شرعية وتم وفقة وزير المالية عليها بالكامل نشكرك لأستاذ فهم عبدو شكراً عضو مجلس الشعب وعضو عن دائرة الساحل وعضو لجنة الخطة الموزنة شكراً جزيلاً كما نقشت أيضاً اليوم اللجنة التشريعية إدخال تعديلات على قانون الأحكام العسكرية ومعنا النائب ممدوح إسماعيل عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الذي ناقش أيضاً في هذا القانون أستاذ ممدوح أهلاً بحضرتك أهلاً بيكس أستاذ ممدوح إلى أي شيء انتهيتم فيه اللجنة التشريعية هل وفقتم على منع حالة المدينة المحاكمة العسكرية؟ يعني تم الاتفاق على إلغاء المادة 6 لمنع حالة المدينة المحاكمة العسكرية تم الاتفاق عليه لكن في بعض المواد حرص في بعض المفاجآت من المادة 8 مقرر ألف اللي هي بتعطي حق القضاء العسكري بالتحقيق مع أي واحد كان في خدمة العسكرية والطهم في جراء مكسب جير مشروع وغير ذلك وده كان مرسوم بقانون ده كان مرسوم بقانون أصدر المجلس العسكري في شهر مارس بعد الصورة عندما تم تقديم بلغات دعوة عمر سليمان وإحمد شفيق للنائب العام أصدر المرسوم دوت في مارس مرسوم رقم 45 لسنة 2011 أصدر المرسوم دوت بمنع التحقيق مع أي واحد كان في الخدمة في أي جرائم في قانون العقوبات لها الرشوة وغير ذلك باب أول والثاني والثالث قانون العقوبات ثم أضاف لها كذب غير مشروع قال ما يبدأش تحق معهم إلا مع نيابة العسكرية المختصة هي لتقرر أي أمر فبالتالي حفظة بلغات كثيرة جدا أنا النهاردة ضهشت اندهاج كبير جدا لأن كان إخواني في الحرور العدالة والمور كانوا موافقين على القانون لما تقدمنا عليه في الجلسة العامة النهاردة فوجئت في اللجنة أنه هم بيرفضوا وبيطالبوا بقاء المادة كما هي عليها وده ألقى على ما تسفهم كثيرة جدا حوالين ما يحدث في الحالة السياسية المصرية يعني إذا كان لأن القانون ده بيعطي تحصين ضد القواعد العامة في القانون هي مساواة المواطن أمام القضاء الضابط بعد مغرب الخدمة بيباشر حق السياسية لحق الترشح لحق الانتخاب بيبقى مواطن عادي ده بيعطي حصانة جديدة وده هيعمل مشكلة في المجتمع أن كل فئة طالب بحصانات لها خارج نطاق القانون خارج قارية المساواة والنيابة العامة يوصح حقها الأصيل وقادة طبيعية يوصح حقه أصيل وكل واحد يبقى ليه حاجة مختصة به تحكمه وتقرر ما تراه أستاذ ممدوح أيضا ما هو رأي اللواء ممدوح شهيين عضو المجلس العسكري في هذه التعديلات طبعا هو كان يرفض إلغاء المادة 8 مقرر ألف وقاتل عليها بشدة وقال أستاذ صبح صالح ووقف معاه وده كانت حاجة النهاردة يعني مصيرة للدهشة جدا أن معروف أن هذه المادة يشز عن منظومة حتى القادة العسكري القادة العسكري في المادة تسعى نفسها بتنص على اخصاص القادة العسكري بمحاكمة الضباط اللي خرجوا من الخدمة طالما الجرائم كان بخصوص الخدمة العسكرية فالنص هنا بيحفظ الأسرار العسكرية لكن المادة التامنية المقرر دي أضيفة إدخالا على قانون القادة العسكري عشان تحفظ بعض الناس من التعارض للمسؤالة أمام النيابة العامة أستاذ ممدوح إسماعيل منذ خلال الأسابيع الماضية الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل كانت لهم مقالات عديدة يطالب فيها أعضاء المجلس العسكري بأن يعلنوا ثرواتهم وممتلكاتهم وتعلم حضرتك أنه إذا تم حفظ هذه المادة التي حق تعترض عليها هذا يعني أن المشير بعد أن يسلم الحكم قد يخضع للتحقيق أمام النائب العام أو أمام محكمة الجنات هو أبقى أعضاء المجلس العسكري وبالتالي قد يخشى أعضاء حزب الحرية والعدالة في دخولهم لصدام مع المجلس العسكري إذا أصروا على حزب هذه المادة فبالتالي هناك مؤامات سياسية ربما ذلك هو الواضح أنه كان فيش من نوع السياسة وليس القانون يعني النهاردة لم يكن هناك قانون ولا إعمال لمعايير العدالة قواعد المنطق القانوني في مساواة المواطنين أمام النيابة العامة أمام قضيهم الطبيعي النهاردة كمين نوع من مؤامات سياسية لأرى مبرر وبيحمش الكلام على القانون ليش على الأشخاص نحن نتكلم عن حق المواطنين جميعا في المساواة أمام القانون والقضاء الحق ده لو كل فئة من المجتمع تحصنت بالفئوية بتاعتها عن القضاء بكرة هينزله في القانون بتاعهم بالبقى التحصن والقضاء وكل فئة والمحامين والصعفيين والإعلاميين وهيبقى المجتمع مجرزة وعوام الشعب المصري هو اللي بيتعرض للقانون وكأن ده ينطبق عليه الحديث إذا سرق فيهم الشريف ترقوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقام على الحد يبقى القانون هيتعرض للمواطن العادي أما أصحاب الفئات اللي تحصنوا بمشاريع هم اللي يتميزوا القانون الخاصة لكن أستاذ ماندوحي هناك موأمات سياسية أليس من الأفضل أن يترك القانون هكذا حتى يطمئن أعضاء المجلس العسكري إلى خروج آمن لهم بعد تركهم للسلطة وبدلا من أن يتم إلغاء هذه المادة وقد يتشبثوا بيئة السلطة خوفا من مسألتهم فبالتالي ألا ترى أن من المصلحة العامة أن يتم تركهم بعد ترك الحكم أولا لا اتهام لأحد من أعضاء المجلس العقوات المساعدة فيش حد يتهمهم وفيش تعاملات مقدمة للضهم والموضوع على خصوه ما فيش تهم حاش أقدم بلاغ ضد أحد من المجلس العسكري عبد الحاليم قنديل يكتب كثيرا يبقى قلات رأي وفكر وتحليل لكن مفيش حاجة قضائية قانونية ومقدمة عشان نتحارز من هذه الإشكالية ولم يصير أحد عليهم أي شبه قانونية المسألة مش قانون بيتكلم عن أشخاص نتكلم عن قانون عام مجرد تحقيق العدالة والمساوى للناس جميعا الأستاذ ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب عند قيرة الساحل عضو اللجنة التشرعية نشكرك شكرا جزيلا كما تعقد اليوم اللجنة التشرعية بمجلس الشعب العديد من الجلسات الاستماع لرؤساء الكتلة البرلمانية والشخصيات العامة حول المعايير الجديدة للجمعية التأساسية وحول هذا الموضوع معنا الأستاذ سعد عبود رئيس الكتلة البرلمانية لحزب القرامة وعضو الجمعية التأساسية المعطلة واللسارية ما توصيف حضرتك الآن بدأت تفعيلها بتكليف المجلس باختيار اللجنة التشرعية لوضع المعايير طبعا في البعض تخوف من هذه المعايير وأعتبرها قانون نحن بنقول أن الأصل في هذا الموضوع مش القانون الأصل ولا الدستور الأصل التوافق العام لأن الشعب هو مصدر الدستور واللي بيصنع الدستور ويجب أن يتوافق الشعب المصر كله على وضع دستور كتاب مصر الأول اللي هيحكمه ويرفعه في يد أي حاكم ظالم ويوجهه به وبالتالي فإحنا سوف نتفق ونتمنى أن نتفق ونخرج بنتيجة مؤدها أن هناك توافق عام في أعلى درجاته وأن هذا التوافق العام يصاحبه أيضا معيار الكفاءة حتى نستطيع أن نصيغ دستور يعبر عن هوية الأمة بعد صورة 25 يناير المجيدة الساعد ما هي الخطة أو الجدول المقترح لجلسات الاستماع عددها الشخصيات التي سوف تستمعون لها في اللجنة التشرعية بمجلس الشعب الآلية وجدول اقتراحها أعتقد أننا سنناقشه السادسة مساء اليوم وهذا أول اجتماع للجمعية للجلسات التشرعية والدستورية لوضع المعايير وسوف نفتح الباب لجلسات استماع لكل خبراء القانون وكل الذين يملكون وجهة نظر سوف نستمع إليهم حتى يمكن أن يخرج تخرج هذه المعايير معبرة عبير صادق وحقيقي عن كل أطياف الشعب المصري الساعد هل تعتقد أن هذه جلسات الاستماع قد تؤدي إلى نتيجة ما يعني منذ الإعلان الدستوري والجميع نعرف منذ عام ونصف أن هناك سوف تكون جمعات أساسية وسوف يكون هناك انتخاب لهذه الأعضاء الجمعية وكتبت مقالات عدة في الصحف ونقاشات عدة في البرامج ورغم ذلك لم تتوصلوا إلى أي اتفاق طوال عام ونصف هل في هذا الأسبوع هو الذي سوف تتوصلون فيه إلى نتيجة وتوافق ما فشلتم في التواصل فيه خلال العام ونصف الماضي؟ هو لم يحدد سأف نهائي لوضع المعايير ولكن لابد أن نستأنس بآراء خبراء الدستير والذين لهم خبرة في هذا الموضوع حتى نستطيع أن نستعين بأفكارهم في وضع معايير تعبر عن الشعب المصري في جميع أطياف لكن أستاذ سعد قد يحدث خلاف يعني رأينا خلاف على نعم ولا ومبادئ فوق دستورية ومبادئ ليست دستورية وما إلى ذلك والدستور أولا والانتخابات أولا والرئاسة أولا والبرلمان أولا ولم تتطفقوا على شيء كأحزاب سياسية يعني ألا يمكن أن يستمر اختلافكم هذا لسنوات وسنوات والبلد بدون دستور؟ لا أعتقد ذلك لأن جميع يستشعر المسؤولية في هذا والخلاف حد ذاته ظاهرة صحية ولكن الاختلاف أو صناعة الاختلاف هي الممكن تكون ظاهرة سلبية وإحنا كنا في يوم والأيام كانت بتم الموافقة بالإجماع ضد أرادة الشعب المصري ليس هذا كان رأيا صحيا أو سليما الخلاف الآن يعبر عن وجهات نظر يجب أن تحترم والدستور بالذات لا يحتاج إلى أغلبية أغلبية اليوم قد تكون أقلية الغد ولكن يحتاج إلى أعلى درجة من التوافق وعلينا أن نحترم آراء بعضنا البعض حتى يمكن أن نخرج من عنق الزاجة هذا بدستور يعبر عن هوية هذا الشعب المصري أستاذ سعد عبود رئيس كتلة البرلمان الحزب الكرامة يعني حق بعض الذين يقدمون اقتراحات يقولون أنه على الجهات المختلفة مثل الأزهر، الكنيسة، الجامعات، النقابات أن تقدم ممثليها وعلى مجلس الشعب أن ينتخبهم رأينا في الجامعات التأسية التي حكم بواقف تنفيذ قرار تشكيلها كان المجلس العسكري قدم مرشحاً واحداً وزارة الداخلية قدم مرشحاً واحداً بعض الهيئات الأخرى قدمت أيضاً مرشحاً واحداً إذا تكرر هذا الأمر واعترض مجلس الشعب على من ترشحهم هذه الجهات هل سندخل في مأزق جديد؟ أعتقد من الممكن أن نخرج من هذا المأزق بترشيح عدة مثلاً ثلاثة نختار من بينهم واحد وبالتالي يتم الاختيار دايماً نجمع بين الكفاءة وبين حسن الاختيار وتالي ممكن أن نسير في الطريق الصحيح الأستاذ سعد عبود رئيس كتلة البرلمانية لحزب القرامة وعضو الجمعية التأسيسية أنا شكراً جزيلاً شكراً شكراً كما نقشت أيضاً اليوم لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب امتناع ما أسمع بعض الأعضاء امتناع مجلس الوزراء عن إصدار ترخيص للقناوات الفضائية وكذلك وقف البث نحو 15 قناة فضائية معنى النائب حسن أبو العزم عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب وأيضاً هو نائب عن محافظة القليوية أهلاً بك أستاذ حسن أهلاً وسهلاً ومرحباً أستاذ حسن ما الذي دار فيه نقاش لجنة الثقافة والإعلام اليوم بخصوص ما يقول الأعضاء امتناع مجلس الوزراء عن منح ترخيص للقناوات الفضائية هو كان فيه أكثر من طلب إحاطة مقدم اللي حضر عليك ذكرته الآن هو أحد طلبات الإحاطة الكثيرة المقدمة أنه فيه تقييد شوية في إصدار الترخيص لقناوات جديدة كما أنه لوحظ أثناء مليونية الجمعة قبل الماضية أن البس على القناوات الفضائية الدينية بالذات في مصر انقطع قرابة 24 ساعة مما يعني يوحي بأن مزالت وزارة الإعلام أو الإعلام في مصر مزال إعلاماً موجهاً مقترناً بالسلطة الآن ده كان طلب الأحاطة اللي ذكر وللأسف وجئنا أنه ما فيش حد ممثل عن الحكومة حضر طبعاً حضر ليناقش هذا الطلب كان من ضمن طبعاً سجلنا اعتراض شديد وقوي جداً جداً ونقشنا بقية طلبات الأحاطة المقدمة وكان من ضمنه أهم طلبات الأحاطة المقدمة هو عدم استغلال قناة صوت الشعب بالشكل الذي ينبغي خاصة أنها قناة في التلفزيون الحكومي يعني إذا رجعنا إلى مسألة قطع البث لأن الأمر يتعلق بحرية الإعلام المنصوص عليه في المادة السالسة عشر من الإعلان الدستوري يعني هل قطع البث كان بسبب مشاكل فنية أو التأخر في دفع مستحقات هذه لوزارة الإعلام هذا ما تقدمنا به كطلب أحاطة للحكومة عشان نعرف إيه اللي حصل بظبت لكن للأسف لم يحضر ولا ممثل من الحكومة ليناقش ما عدد القنوات وأسماء القنوات التي تم قطع البث عنها؟ هو تقريباً المقدم طلب الأحاطة والأستاذ أحمد القاسم كان بيقول أنه هم بالأخص أربع قنوات الحافظ والخليجية والناس وقنارة بيع أيضاً معهم من نفس البقاء هل أعضاء اللجنة تناقشوا فيه أسباب منع البث عن هذه القنوات؟ هو كان واضح جداً إشمعنا في المليونية بالذات وأظن أنها كانت متصلة بموضوع المعتصمين الخاص بأتباع الشيخ حزم صلاح عبد اسماعيل مما أدى إلى تهديدة الوضع شوية كنا نفسينا نفهم وجهة نظر الحكومة إيه في ذلك هل هناك قنوات فضائية أخرى ترغب في الترخيص ومجلس الوزراء يمتنع عن منحها الترخيص؟ هذا أيضاً من الحيرة يعني هذا إن كنت ستعطي ترخيص لقنوات كثيرة فلماذا تختار؟ نعم في قنوات قدمت وقنوات أخرى حصلت وقنوات لم تحصل إذن أنت فتح حرية الإعلام والفضاء للجميع لماذا تنتقل الآن؟ هذا يحب أن هناك شيئاً لا ترتاح إليه النفوس الأستاذ حسن أبو العزم عضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشعب نشكرك شكراً جزيلاً شكراً لكم إذن أعزائي المشاهدين الخلاف بين الحكومة ومجلس الشعب يعني مستمر في بعض الأمور في لجنة الثقافة والإعلام تغيب ممثل وزير الإعلام عن حضور جلسات المناقشة لكن في لجنة الخطة والموازنة حضر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب ورد على جميع الاستفسارات كذلك في العديد من اللجان يحضر المصرين لكن لجنة الدفاع والأمن القومي أيضاً استمر غياب ممثل وزير الداخلية عن حضور مناقشات اللجنة موسيقى